أعلم بحضراتكم من جديد وفقرة تريند تريند عندنا كلام مهم جدا في هذه الفقرة لنافعة تفاصيل جديدة لكل مشاهدي ومتابعة قناة الأهلي في كل مكان أول شيء طبعا المباراة المنتظرة نهاء دورة أبطال إفريقيا الكل بينتظر هذه المباراة بشكل كبير جدا ومش في مصر بس لا ده في كل أنحاء الوطن العربي وفي القرى الإفريقية من الشمال إلى الجنوب مباراة كبيرة دربي القرن كلاسكو بين الأهل والزمالك إن شاء الله يوم 27 نوفمبر طيب مكان إقامة المباراة تقدر تقوله إن شاء الله بإذن الله المباراة حسب تصريحات وزير الشباب وريار الدكتور أشرف صبحي خلال الساعات القليلة الماضية واللي بالتأكيد ده كان لها رد فعلي إيجابي جدا من جماهير الكرى المصرية والمهتمين بالشأن الإفريقي والكرى الإفريقية والكرى المصرية إن إن شاء الله بإذن الله المباراة ستقام على استاد القاهرة الدولي الأمن بنسبة كبيرة وافق خلاص على نقل المباراة إلى استاد القاهرة الدولي اتحاد القرى بالتبعية هتكون فيه جراءات معينة بالتم في هذا الأمر اتحاد القرى يخاطب الأمن لنقل المباراة على استاد القاهرة الأمن هيرد على اتحاد القرى بالموافقة وبعد ذلك اتحاد القرى يبعت الموافقة إلى الاتحاد الافريقي وهيكون الإعلان الرسمي من قبل الجهة المنظمة لهذه المباراة الاتحاد الافريقي لقرة القدم اللي هيعلن بشكل رسم إقامة هذه المباراة يوم 27 نوفمبر على استاد القاهرة الدولي طبعا الفترة الأخيرة كان البعض يتكلم عن أستاذ القاهرة بعد مباراة مصر وطوجو هيكون فيه بعد عمل الصيانة المتعلقة بأرضية الملعب فكرة البزرة الشتوية وغلق الملعب لفترة معينة كل هذه الأمور خلاص تم إرجاءها وتأجيلها للفترة القادمة وهتكون فيه خطابات رسمية وإعلان رسمي ولكن من قبل الجهة الرسمية المنظمة لهذه المباراة ومنظمة للمسابقة الاتحاد الإفريقي لقرة القضاء طيب بعض الجماهير على السوشيال ميديا بتوجه لنا أسئلة واستفسارات على فكرة هل ممكن يكون فيه حضور جماهيري لهذه المباراة؟ أنا هقول أمثلة بسيطة في هذا الأمر متعلقة بالتصفيات الإفريقية اللي هتنطلق إن شاء الله من الغد تصفيات المنتخبات اللي بتستعد الكأس الأمم كل المباريات حتى هذه اللحظة تلعب بدون جمهور ولكن إذا كانت الدولة اللي هتستضيف المباراة عندها إمكانية وعندها خطة طبية وأمنية لاستضافة الجماهير بتطع هذه الخطة وترسلها للاتحاد الإفريقي وفي النهاية القرار للاتحاد الإفريقي لقرة القضاء بعديكم سيال تنزانيا وتونس المباراة الجولة الرابعة للتصفيات الإفريقية إن شاء الله يوم 17 نوفمبر بإذن الله تنزانيا هي الدولة الوحيدة اللي بيسمح فيها في حضور جماهير طبعا لأنها الدولة الإفريقية الوحيدة اللي ما عندهاش أي مشكلة في فيروس كورونا وما فيش انتشار لهذا الفيروس في دار السلام في عاصمة تنزانيا وبالتالي في حضور جماهيري على فكرة من 48 ساعة كان في دير بقوي جدا ما بين سيمبا ويانجا أفريكانز وحضروا ما لا يقل عن حوالي 70 ألف متفرج فبالتالي تنزانيا ما عندهاش مشكلة في الحضور فطلبت إن يكون في حضور فالاتحاد الإفريقي وافق ولكن بنص الساعة الرسمية للاستاد حوالي 30 ألف متفرج وهنا بالتالي نقدر نقول إن مباراة الأهل والزمالك الخطوة الأولى هتكون من السلطات المصرية أولا في إجراءات طبية أولا في إجراءات أمنية بخصوص المباراة وبالتالي إذا تم الاتفاق لهذه الأمور وكان هناك نية لحضور الجمهور هيتم مخطبة الكاف والكاف ما عندهوش مانع تمام؟ إذا كان السلطات المصرية شايفة أن لا طبيا الأمر ممكن ما يبقاش مسموح وأمنيا ممكن لا يكون أفضل بدون جمهور ففي النهاية القرار هيكون للاتحاد الإفريقي لكن أنت كدولة منظمة بتبعث الخطة لهذا الأمر وكان فيه تصريح مهم للأستاذ عمر الجناني رئيس اللجنة الخماسية كان قال إن إحنا بنقاوح وبنحاول إن إحنا يكون في حضور جماهيري بالنسبة لنهاية إفريقي في النهاية إجراءات معينة ما بين إجراءات احترازية وإجراءات تنظيمية الدولة اللي هتستطيع في الفاينال مصر هتقدم دا للكاف والكاف في النهاية ما عندهوش مانع لكن المهم تكون الطلب من السلطات المصرية وده اللي هيتم مناقشته في فترة الجاية إذا كان هناك أمر في هذا الموضوع أنا حبيت أشرح للناس مسألة حضور الجمهور إجراءاته بتتم إزاي ولو حصل الموضوع هيكون إزاي ترجمة نانسي قنقر